في جلسته الخاصة أقر مجلس الأمة قانون الرياضة الجديد والمتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مداولته الأولى والثانية وأكد وزير التجارة والصناع وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد أرضان أن إقرار قانون الرياضة الجديد الذي ناقشه المجلس يشكل خطوة مهمة على طريق رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد وجه الدعوة إلى الحكومة والنواب لحضور جلسة اليوم مبينا أن الموافقات على آخر تعديلات على القانون وصلت حديثا وإقراره يجب أن لا يتأخر عن الثالث من ديسمبر الجاري ترجمة نانسي قنقر